موسيقى حياكم الله ومشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة سنصلت ضعوفه على أهم ما جاء في الصحافة اليمنية والعربية من تطورات في الأوضاع على الساحة اليمنية بداية من الصحافة اليمنية من موقع صحوانيت نقرأ في عنوينه وزير التخطيط يبحث مع مركز الملك سلمان إعادة إعمار تاعز ومأرب والجوف وعنونا الموقع مسؤول بعدا تطهير مديرية المنصورة من المسلحين نقل الموقع المسؤول في مكتب نائب رئيس أو رئاسة الجمهورية بالقول زيارة بححل الرياض تهدف لبحث ملفات السلام والإعمار في التطورات الميدانية تناول الموقع تفاصيل المعاركة التي شهدتها محافظة الجوف جاء في تفاصيل هذا الخبر حرر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية موقع الصفراء الاستراتيجي وتمكن من قطع خط الإمداد بين مديرية الغيل ومديرية مجزر وتحرير منطقة الدرب وحصن الدامر وكذا أكد مصدر محلية السيطرة على مدينة براقش التاريخية التي يتحصن فيها الحوثيون وقوات صالح جاءت هذه العملية بعد شن رجال الجيش والمقاومة هجوما عنيفا باتجاه منطقة الصفراء بين مأرب والجوف في سياق متصل سيطرت المقاومة الشعبية والجيش الوطني على بير الوحير الواقعة بين بير الهيب والعرض في المحافظة من موقع الموقع نبدأ أخباره من شرق البلاد مقاتلات التحالف تقصف مخازن أسلحة تسيطر عليها القاعدة شرق مدينة المكلة في عنوان آخر الجيش والمقاومة يخوضان معارك ضارية بين الجوف ومأرب ويسيطران على مواقع استراتيجية عنوان الموقع أيضا طائرة حربية تقصف معسكرا لتنظيم القاعدة في عزان بشبوة إلى تعز ركز الموقع على تفاصيل مقتل سائق سيارة إسعاف جاء في هذا الخبر سشد بمدينة تعز سائق سيارة إسعاف جراء سهدافه بقذيفة مدفعية من قبل ميليشيا الحوثي وقوات صالح وسط المدينة وأخذ مصدر طبيلي وكالة سبا الحكومية أن ميليشيا الحوثي أطلقت قذيفة مدفعية على إحدى سيارات الإسعاف في حي عصيف راما أدى إلى استشهاد سائقها عبدالله عبدالسلام في حين تعرض مستشفى الثورة العام بتعز لقصف المدفعي مكثف من قبل الميليشيا الإنقلابية المتمركزة في تلة سلال وتلة سوفتل شرقية المدينة في سياق متصل كانت إحصائية رسمية أشارت إلى أن الحصار الذي تفرضه الميليشيا الإنقلابية على مدينة تعز منذ أشهر قد تسبب بخروج 37 منشأة صحية من أصل 40 عن الخدمة فيما قامت الميليشيا بتحويل مستشفى اليمن الدولي إلى ثقنة عسكرية لقصف المدينة نظرا لموقعه الاستراتيجي سباق بيع بين شركاء الإنقلاب بهذا العنوان كتب عارف أبو حاتم مقالا في موقع الموقع تحدث فيه عن خيارات صالح الأخيرة من خلال حشد أنصاره يقول الكاتب هجوم صالح في خطابي الأخير ومغازلة الجماعة الحوثية حد الإنبطاح يشير بوضوح لأمرين الأول أنه واقع تحت رحمتها وأن أكثر ما يحلم به هو أن ينجو بجلده من بطش الحوثيين المنتظر وهو أمر يحيل إلى الاحتمال الآخر بأن صالح يسترد الحوثي لاستماح له بإقامة الفعالية الجماهيرية المنددة بالحرب على اليمن وإقامة حجد شعبي في ظاهره تنديد بالعدوان وفي باطنه استعراض شعبية صالح الكبيرة وكشف الحجم الحقيقي للحوثيين بعد هذا الاستعراض سيتمكن صالح من الحديث بلغة تفاوضية مشروطة مع خصومه ويمكنه أيضا تحديد ثمن الحوثي صالح ليس بمنأ عن المفاوضات السرية فقد توسط بروسيا وعمان لدى قوات التحالف السعودية تحديدا يريد الخروج الآمن والضمانة من أي ملاحقة قانونية برفقة 59 من عائلاته وحاشيته غير أنه يصطدم بحاجزين الأول أن على الدولة المصطدفة له وحاشيته أن تخترق القانون الأممي 22-16 الذي يمنعه من السفر ويجميد أمواله والحاجز الآخر هو أنه ليس لديه ما يعطيه لقوات التحالف مقابل الخروج الآمن فقوات الحرس الجمهوري التي واهم التحالف بسيطرته عليها لم تعد متماسكة القيادة فهي موزعة بين منضمة للشرعية وتزايد انضمامها في الفترة الأخيرة وبينما جميع ابتلعها الحوثي وأخرى غادرت معسكراتها إلى الأرياف أو خارج اليمن وبالتالي ليس أمام صالح غير تغطية انكشافه العسكري بالجدار الشعبوي وحاجد الناس لإثبات أنه لا يزال الرقب الصعب وأن حزبه المؤتمر لم تبتلعه الميليشيا بعد إلى موقع مارب بيريس ونستعرض أبرز الأخبار التي تصدرت واجهة الرئيسية والبداية من محافظة دمار مسلحون يقتالون شابا بعد يومين من عملية اغتيال استذفت قيادي إصلاحي وعلى المستوى السياسي الحوثيون يكذبون ولد شيخ ويشترطون حكومة وحدة وطنية لإدارة مرحلة انتقالية في عنوان آخر عودت بث إذاعة مأرب بعد انقطاع دام قرابة عام واثتم الموقع بتصريحات نائب الرئيس ورئيس الوزراء خالد بحاح الذي هاجم فيها الميليشيا يقول الموقع هاجم نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح لأول مرة المجلس الثوري الذي شكله الحوثيون عقب إعلانهم الدستوري والذي أصطع بمجبه على كل مؤسسات الدولة الدستورية بعد سيطرتهم على العاصمة الصنعاء وقال بحاح في تتويرة على موقعه الرسمي في فيسبوك إن الحوثيين أخطأوا تقديراتهم إذ بنوا آمالا كبيرة عندما أطلقوا إعلانهم الدستوري المهتري ليشكلوا مجلسهم الثوري الهزيل حتى يكون بديلا لسلطة الدولة الشرعية فهبت عاصفة الحزم وتابعها الأمل ليليها البناء والعمل وفي إشارة إلى مباحثات الكويت قال إننا اليوم نقف على أعتاب عام يكون السلام محوره وسيكون اختبارا لنواي الأطراف التي انقلبت على مؤسسات الدولة لإثبات جديتهم في طرق أبواب السلام نذهب إلى موقع يمن منتر نطارع فيه أهم العناوين منظمة الهجرة الدولية تجري أربعمائة وخمسة وثمانين أثيوبيا من اليمن عنونا الموقع أيضا اتحاد الصحفيين العرب يدين تهديدات الحوثيين بفصل ثمانية وثلاثين من وكالة سبع إلى شرق البلاد غارة جوية تدمر دبابة ودورية للقاعدة في شبوى شرقية اليمن وإلى الوضع الصحي ركز الموقع على تقرير الأمم المتحدة بشأن المخاطر التي تتعرض لها النساء في اليمن نتيجة الأوضاع المتردية جاء في التفاصيل قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن نقص الخدمات الصحية في اليمن يهدد بوفاة ألف امرأة يمنية من أصل ثمانية وستين ألف امرأة حامل كلهن عرضة لمخاطر مضاعفات الولادة وقال بيان للصندوق الأممي إن النزاع الذي امتد لمدة عام في اليمن أدى إلى احتياج 21 مليون شخص في اليمن نصفهم تقريبا من النساء والأطفال إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية وأكد بيان الصندوق الأممي أن النزاع أدى أيضا إلى انهيار الخدمات الصحية ونقص حاد في عدد العاملين المؤهرين بالمجال الطبي وفي المستلزمات الصحية ليترك نحو 15 مليون شخص في حاجة للمساعدات الطبية بما في ذلك خدمات الإنجاب موقع المصدر أولاين في صفحته الكثير من الأخبار وأبرزها رئيس هذه نصرنا في الحرب أجبر الحوثيين على الخنوع للحوار وعليهم احترام المفاوضات إلى تعز معارك متقطع في مدينة تعز والتحالف يجدد غاراته على مواقع الحوثيين وقوات صالح في عنوان آخر البحرية الفرنسية تصادر شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية من سفينة متجهة لليمن إلى محافظة حجة الساحلية ركز الموقع على تفاصيل إصابة قائد عسكري وشيخ قبلي في المواجهات الأخيرة مع ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع ذكر الموقع في هذا الخبر قالت مصادر إعلامية بأن قائدا عسكريا لقوات الجيش الوطني أصيب فيما قتل أحد الزعماء القبليين في المعارك الدائرة بين القوات الشرعية ومسلح جماعة الحوثيين المسنودين بقوات صالح في ميدي غرب محافظة حجة شمال غرب البلاد وأوضحت المصادر بأن القائد اللواء 82 مشاء العميد منصور ثوابة أصيب بجروح طفيفة أثناء قيادته قوات الجيش التي تخوض معارك شرس للتقدم في مواقع الجماعة المسلحة أضافت ذات المصادر أن الزعيم القبلي جابر أبو شوصاء والذي ينحذر من منطقة العصيمات في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء يقود مجاميع من رجال المقاومة الشعبية قتل أيضاً جولة مفاوضات وجولات حرب تحت هذا العنوان كتب علي الفقي مقالاً في موقع المزار أولاين تطرق إلى تناقضات الميليشيا بالجانبين السياسي والعسكري ويقول الكاتب في الوقت الذي ينشغل طرف الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي بالحديث عن فرص نجاح جولة المفاوضات المقبلة في الكويت يعمل الانقلابيون بشكل حتيث على الأرض لكسب الجولات المقبلة من الحرب التصريحات التي تتحدث عن فرص لإحلال السلام تبدو أقرب لأمنيات منها إلى الواقع الذي يقول إن فرص السلام هي الأكل حظاً فمنذ تبرع الرئيس هادي بطمأنة سفراء الدول الثمانية عشر نقلاً عن ولد الشيخ أن ميليشيا الحوثي أبدت استعدادها لوقف القتال والتنفيذ القرار الأممي لم نسمع تصريحاً واحداً من قيادة الميليشيا الانقلابية بشقيها صالح الحوثي يؤكد هذا المضمون أو حتى يلمح إليه وعلى العكس فكل التصريحات والخطابات الصادرة عن ميليشيا الحوثي وصالح تؤكد أنهم لا ينون وقف القتال والتراجع عن نهج العنف الذي قرروا السير فيه ويعد جناحهم السياسي رؤى وتصورات كلها تصب في اتجاه الالتفاف على القرارات الدولية ومحاولة فرض الأمر الواقع عبر جولات مفاوضات طويلة مستفيدين في ذلك من التوجهات الدولية المتماشية معهم والتي سهلت لهم المهمة في المراحل الماضية وعلى الأرض فإن كل الدلائل والمؤشرات باستثناء التهديئة على الحدود وتبادل الأسرى مع السعودية تذهب إلى تأكيد فكرة إصرار الميليشيا على القتال وتعزيز الجبهات بالمقاتلين والعتاد العسكري في مختلف الجبهات نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع تغنيت جاء فيه سقوط قتلى وجرحة من ميليشيا الحوثي في غارات للتحالف العربي في مدينة تعز وننتقل إلى ما قاله الموقع عن ميليشيا الحوثي حيث جاء فيه جماعة الحوثي تعلن تمسكها بتشكيل حكومة وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية أما إلى إقليم آزال ميليشيا الحوثي تواصل تصفية خصومها بمحافظة دمار في الجانب السياسي أيضا ركز الموقع على تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن ويقول الموقع كدى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولار وقف حكومة بلاده إلى جانب الحكومة اليمنية في تطبيق قرار المجلس الأمن الفين ومائتين وستة عشر ودعم جهودها للسعادة الدولة وتحقيق السلام متمنان التعاون الإيجابي للحكومة اليمنية مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وقال ماثيو تولار إن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الأسرة الدولية تدعم المشاورات اليمنية القادمة التي ستعقد في الكويت وتابع الموقع جاء ذلك خلال لقاء جمع صفير الأمريكي بوزير الخارجي عبد الملك المخلافي في الرياض حيث جرى في اللقاء بحث العلاقات التنائية بين البلدين والمستجدات السياسية على الساحة اليمنية إذن مشاهدين الكرام قبل أن نتحول إلى جولة في أبرز ما قالته الصحافة العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود أهلا بكم من جديد نطالع أبرز ما قالته الصحافة العربية والتي ركزت على مناقشات الجانب الحكومي أو المناقشات البينية والتي تسبق مشاورات الكويت المزمع عقدها منتصف إبريل وعنونا الصحيفة العربية الجديد مشاورات وتصورات سدادة لمحادثات الكويت تقول الصحيفة تعكف الأطراف اليمنية على إعداد تصوراتها الخاصة بعنوين القضايا الرئيسية لمحادثات السلام المقرر أن تعقد بالكويت برعاية الأمم المتحدة في وقت لم تصل فيه التحضيرات بعد إلى اتفاق حول جدول أعمال واضح للمفاوضات والتفاصيل المتعلقة بالنقاشات وأوضحت مصادر يمنية مقربة من الشرعية أن الطرف الحكومي بدأ منذ أيام إعداد تصوراته حول القضايا الرئيسية لمحادثات الكويت فيما وصل نائب الرئيس إلى الرياض لإجراء مشاورات مع الرئيس هدي حول عدد من الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ودى شيخ أحمد قد طلب أخيرا من طرفي المفاوضات تقديم تصوراتهم حول آلية نقاش وحل خمسة مواضيع ترتكز أو سترتكز المحادثات على نقاشها تتمثل في انسحاب الميليشيا والمجموعات المسلحة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة وإجراءة أمنية مؤقتة وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع وأظهرت الحكومة الشرعية تفاعلا واضحا مع تحضيرات محادثات السلام من خلال اللقاءات وتصريحات مع المسؤولين حيث أكد وزير الخارجي عبد الملك المخلافي للسفير الأمريكي أن في اليمن أن الجانب الحكومي مستعد للجولة المقبلة من المشاورات وأنه يتعاون بشكل كبير مع المبعوث الأممي ومع الأسرة الدولية في سبيل تحقيق السلام وعودة الشرعية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 واستكمال العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية وتطبيق مخرجات الحوار الوطني إلى صحيفة القدس العربي والتي عنونت في ذات الموضوع السياسي مسؤولون الحكومة والمقاومة يتوجهون إلى الرياض للمشاركة في مناقشة الرؤية النهائية للتسوية السياسية قبيل مباحثات الكويت وتعتبر الصحيفة سنادا إلى مصدر خاص بها أن وصول بحاح إلى السعودية جاء بعد وصول العديد من قيادات المقاومة الشعبية وقيادات الجيش الوطني من محافظات التعز ومأرب وعدن وغيرها وأنها تأتي ضمن استكمال مشاورات الجانب الحكومي مع القوات العسكرية الميدانية من قيادات المقاومة الشعبية والجيش الوطني لمناقشة بنود التسوية السياسية للأزمة اليمنية والتي تسعى الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص لليمن إسماعيل ود الشيخ أحمد إلى طرحها على طاولة المفاوضات في مباحثات السلام المزمع عقدها في الثامن عشر من إبريل بين الحكومة اليمنية والإنقلابيين من ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح وتؤكد القدس العربي على وجود توافق داخلي أولا حول التسوية السياسية التي ستطرح عليهم في الكويت من قبل الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن التي أرهقت جميع الأطراف وتضيف الصحيفة الجميع أصبحوا ينشدون السلام وحريصين على عدم تفويت الفرصة المقبلة المتمثلة بمباحثات الكويت والتي قد لا تتكرر إذا لم تكتب أو يكتب لها النجاح وتقول الصحيفة أن من بين أو إن من بين القضايا الملحة التي سيناقشها الرئيس هادي مع القيادات الميدانية من المقاومة الشعبية والجيش الوطني التي بدأت بالتوافد إلى الرياض قضية ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية والإدارية في المحافظات في مرحلة مبعض التسوية السياسية واستعادة الدولة بحيث تطرح رؤية موحدة وشاملة في جولة المفاوضات المقبلة مع الإنقلابيين من ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع علي صالح محاصرة التمرد في صنعاء تحت هذا العنوان كتبت صحيفة البيانة الإماراتية افتتاحيتها وتقول الصحيفة بمرور الساعات وليس الأيام يضيق الحصار بشكل قوي على الإنقلابيين الحوثيين وأنصار المخلوع علي صالح في صنعاء وتكترب ساعة النهاية فقد استطاعت قوات الشرعية اليمنية بعد تقدمها أمس الأول في الجبهة الشمالية واقترابها من أبواب العاصمة صنعاء أن تتقدم بالأمس في الجبهة الشرقية وتسيطر على مواقع عدة تطل على وادي طبوعة الذي يعد أهم طرق الإمداد لميليشيات الحوثي والمخلوع داخل صلعاء وهذا بإسناد ودعم من طيران التحالف العربي الذي كثف غاراته شرقي العاصمة وكذلك بالإمدادات العسكرية الكبيرة التي وصلت من قوات التحالف العربي إلى الجيش والمقاومة اليمنية لقد ضاق الحصار على التمرد ولعل الإنقلابيين يدركون قبل فوات الأوان أن لا مفر من تطبيق القرارات الدولية وأن لا جدوى من استمرار القتال وأن من وراءهم في إيران لن ينفعهم وأن يفكروا ولولي لحظات أنهم بجرائمهم هذه يمزقون وطنهم بأيديهم ويدفعونه لجحيم الفتنة الطائفية وهذا هو هدف حلفائهم في طهران إثارة الفوضى والتوتر في المنطقة بأكملها بهدف فرض النفوذ والهيمنة رغم الانتصارات المستمرة فإن دول التحالف العربي ما زالت تعلن أنها تدعم أي حل سياسي قائم على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2116 إلى صحيفة البيان والتي تابعت موضوع الأسلحة التي أعلنت السلطات الفرنسية مصادرتها قبل وصولها إلى مليشيا الحوثي وعلقت البيان شحنة أسلحة إيرانية للتمرد في قبضة فرنسا تقول الصحيفة أعلنت السلطات الفرنسية مصادرة شحنة كبيرة من الأسلحة في سفينة متجهة إلى الصومال في عشرين من الشهر الجاري حيث كانت الشحنة مرسلة من إيران إلى المتمردين الحوثيين وتقول البيان أن هذه ثاني مرة تتم فيها مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة في تلك المنطقة خلال شهر ويرجح الخبراء أن كلتا الشحنتين كانتا في طريقها إلى اليمن من إيران في خرق واضح للقرارات الدولية وقال الناطق باسم الأسطول الخامس للولايات المتحدة لشبكة سي إن إن إنه وفقا لتقييم واشنطن فإن الأسلحة المصادرة في الآوينة الأخيرة كان مصدرها إيران ووجهتها النهائية المحتملة هي اليمن لينضم إلى تقييم الفينينيت إيان مكانهي مع البحرية الأمريكية الذي صرح بأن شحرة الأسلحة التي صادرتها السلطات الأسرارية في وقت سابق كان مصدرها إيران ووجهتها اليمن ورصدتها القوات الفرنسية السفينة التي كانت تحمل أسلحة كجزءا من المراقبة الروتينية في شمال المحيط الهندي ووجدت على متن السفينة مئات من رشاشات اي كي سبعة وأربعين والمدافع الرشاشة والأسلحة المضادة للدبابات وفقا للبيان الصحفي من قبل القوات البحرية المشتركة أما إلى صحيفة الخليج والتي عنونت في أحد موضوعاتها أجهزة أمن عدن تحكم قبضتها على مدينة المنصورة وتوقف 21 مشتبها قال مصدر أمني بمحافظة عدن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحكام قبضتها على مدينة المنصورة وألقت القبض على 21 مسلحا يشتبه في تورطهم بأعمال الإغتيالات والتفجيرات التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة وطالت مسؤولين وعناصر أمنية وأوضح المصدر للخليج أن عناصر الشرطة والمشاركة في الحملة الأمنية دهمت الأماكن التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة في مدينة المنصورة مثل سجن المنصورة ومبنى السلطة المحلية وتمكنت من طرد المسلحين منها بعد أن ضلت هذه الأماكن في قبضاتهم منذ استعادته عدن من مسلحي جماعة الحوثي منتصف يوليو الماضي وأضاف المصدر أن الشرطة انتشرت في أحياء مختلفة ونصبت نقاط تفتيش وفرضت سيطرتها الكاملة على مداخل ومخارج المدينة بعد اشتبكات محدودة مع بعض عناصر الجماعات المسلحة ولم يوضح حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية الناتجة عنها وأوضح المصدر أنه في إطار الحملة الأمنية ذاتها دهمت الشرطة بعض مخابئ العناصر المسلحة وتمكنت من القبض على 21 مشتبها بتنفيذ أعمال الإغتيالات وتفجيرات في عدن تختتم الصحيفة تقريرها وتقول إن مسلحين من تنظيمي القاعدة وداعش استغلوا الفوضى في اليمن وعززوا وجودهم في المحافظات الجنوبية إلى صحيفة السياسة الكويتية والتي عنونت في إحدى موضوعاتها خامناء مخونا رفزجاني المستقبل هو صواريخ وليس المفاوضات تقول الصحيفة أكد المرشد الأعلى في إيران علي خامناء أن المستقبل هو لصواريخ وليس للمفاوضات واصفا من يعتقدون العكس بالجهلاء والخونا في إشارة ضمنية إلى الرئيس الأسبق المعتدل علي أكبر هاشمي رفزنجاني وأنقل الموقع الإلكتروني لخامناء عنه قوله من يقولون إن المستقبل هو المفاوضات وليس الصواريخ إما جهلاء أو إما خونا وأنه إذا سعت الجمهورية الإسلامية للمفاوضات من دون أن تملك قوة دفاعية فإنها ستضطر للردوخ أمام تهديدات أي دولة حتى لو كانت صغيرة موضحا أن هذا لا يعني أننا ضد التفاوض بل علينا التفاوض بحزم وتيقض لكي لا نخدع العرب والعودة إلى لا حرب ولا سلم تحت هذا العنوان كتب عادل سليمان مقاله في العربي الجديد ويقول الكاتب ثورات الربيع العربي بدأت مبشرة في أيامها الأولى فلم يستغرق الأمر أكثر من أسابيع قليلة حتى كان زين العابدين بن علي قد هرب من تونس ومبارك تخلى عن الحكم في مصر والقذافي قتل في ليبيا وعلي عبدالله صالح ترك السلطة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال وتدخل السعودية ومجلس التعاون بمبادرة بينما بقي بشار الأسد يقاوم الثوار بجيشه المسيس وارتفع سقف الطموحات الشعبية إلى أفاك بعيدة فإن حلم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية حلم الدولة الديمقراطية الحديثة حلم الإخاء والمساواة حلم تكافؤ الفرص وأشياء كثيرة حلمت بها الشعوب طويلا أصبح ذلك كله وكأنه قاب قوسين أو أدنى من التحقيق ولكن سرعان ما هبت رياح عكسية عاتية كانت تحمل ثورات مضادة ومرة أخرى وبرعاية من قوى خارجية إقليمية ودولية وأيضا بعيدا عن نظرية المؤامرة ولكن في السياك القديم نفسه وهو أنه من غير المسموح لهذه المنطقة العربية الإسلامية أن تصحو بل عليها أن تبقى على حالها غارقة في أمراضها المزمنة التي أشرنا إليها الفقر والجهل والمرض ومعاناة القهر والظلم وانكفاء على الذات وانشغال بمشكلات وصراعات داخلية لا تنتهي وهكذا انتقلت المنطقة إلى حالة تشبه حالة لا سلم ولا حرب فلا ثورة ولا استقرار فلا ثورات الربيع العربي نجحت كما لا نستطيع القول إن الفعل الثوري مستمر لكن الحلم الثوري ما زال باقيا ولا الثورات المضادة التي اقتنصت السلطة نجحت في تحقيق الاستقرار والحصول على القبول الشعبي رضاء أو جبرا يمر العالم العربي بمرحلة شديدة الاضطراب والالتباس يمكن أن نسميها حالة لا ثورة ولا استقرار فإلى متى ستستمر تلك الحالة؟ هذا ما ستقرره الشعوب فهي تلك التي تملك الحلم الثوري إذن ختاما مشاهدين نتابع سويا مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية وإلى الملتقى في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة